تبدأ هذه النشرة اذا من المغرب حيث وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة الى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الافريقي التي انطلقت اليوم بمراكش وتتواصل حتى الجمعة القادم تحت شعار تحرير سلاسل القيمة في افريقيا اكد فيها ان انشاء شبكات مندمجة للبنية التحتية يظل شرطا اساسيا لتحفيز خلق سلاسل قيمة على المستوى الاقليمي مشيرا الى ان العجزة المسجلة في البنيات التحتية على صعيد القارة يشكل احد العوامل الرئيسية التي تحول دون استثمار افريقيا لكافة مؤهلاتها من حيث النمو الاقتصادي وتحقيق اهدافها التنموية في هذه الرسالة اوضح العاهل المغربي الملك محمد السادس ان المقارنة بين مؤشرات تطوير البنيات التحتية في افريقيا ونظراتها في بقية جهات العالم توضح جليا ان البلدان الافريقية تعاني خصاصا مهولا في هذا المجال فالتأخر المسجل في تطوير البنيات التحتية في افريقيا والذي كثر الحديث عنه يضيف العاهل المغربي يسائل الجميع ويتطلب التعجيل بتضاركه من اجل تشجيع خلق سلاسل قيمة اقليمية بما يضمن تسريع التحول الانتاجي للبلدان الافريقية كما شدد العاهل المغربي في هذه الرسالة على ان قطاع الطاقة بشكل خاص يعد من القطاعات التي تعكس جليا التأخر الحاصلة في افريقيا فيما يتعلق بتطوير البنيات التحتية لافتا الى انه على الرغم مما تزخر به القارة من مؤهلات كبيرة في مجال الطاقة بشقيها الاحفوري والمتجدد فان معدل التزود بالكهرباء ما يزال ضعيفا للغاية بالمقارنة مع واقع الحال في باقي جهات العالم النامية في سياق المتصل اعتبر العاهل المغربي انه لا بد من الاقرار بجسامة هذه المشكلة والالتزام بالعمل على حلها بشكل نهائي ذلك ان جودة البنيات التحتية لا تساهم في التنمية الاقتصادية فحسب بل لها ايضا دور حاسم في التنمية البشرية من خلال الاسهام في تيسير الوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية وفي تحفيز انتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة من جهة اخرى اكد العاهل المغربي ان السياق الدولي الحالي بما له من تأثيرات فعلية ومحتملة يسحف الجميع على مضاعفة جهود للارتقاء بالقدرات الانتاجية الوطنية بما يمكن من بناء سلاسل قيمة قرية اكثر متانة وصمودا في وجه التحديات واضاف الملك محمد السادس ان تطوير سلاسل القيمة الاقليمية المندمجة كما اثبتت تجربة بعض الدول لا سيما في شرق اسيا يتيح تكثيفا لاستثمار المنتج في هذه المناطق وتعزيز القدرة التنفسية للمقاولات من خلال ترشيد تخصيص الموارد ترجمة نانسي قنقر